السلام عليكم ازايكم يا حبايبي عاملين اي يا رب تكونوا بخير معاكم نوجا من قناة تكات نوجا ام زياد النهاردة بقى دي مشتريات شهر يناير بس جيف شهر يناير متأخر لي عشان عيد ميلاد ابني ابني عيد ميلاده يوم 25 يناير بالزبط يوم ايه 25 يناير الثورة بقى فاحنا بقى ايه حبيت اجيب شوائد حاجات وقلوكو على الاسعار الجديدة بتاعت مشتريات عشرين عشرين اه 25 يناير عشرين عشرين تمامي حبيبي وفي اخر الفيديو في جولة كاملة في محل المشتريات اللي انا اشتريت منه الحاجات دي بالاسعار والعنوان بالتفصيل خليكم معايا الاخر الفيديو عشان تشوفوا الجولة في محل الحلواني بالتفصيل هنا هنبدأ نقول بسم الله واول حاجة ده بيكينج بودر اه حلو جدا استعملته لقيته حلو فانا حبيت انتاز الفرصة واجيب كمية عشان اه حلو جدا 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 عن البيكين بودر العادي ده صورته اهي ده بجنيه اهوي حبيبي جربته كان ممتاز تمام ده الكيس بجنيه انا جايبة حوالي خمستاشر كيس تمام وجايبة هنا شوكولاتة سما اه حلوة جدا جدا بستعملها وحلوة ومش غالي دي اه الباكت منها بعشرة جنيه جبت شوكولاتة بيده وشوكولاتة خام اللي هي الشوكولاتة الغمه ماشي حبيبي ودي اه يعني اه صاحبت المحل او اللي بتبيع في المحل كان معي اولادي فدتهم لنا يعني كده هدية زوءا منها يعني محل بسم الله مشاه الله حلو جدا هنا بقى الشوكولت دي اهي دي عاملة 12 جنيه كل حاجة خليتها تطبع عليها السعر عشان ما ننساش دي شوكولاتة ملتيزر عبيض كبير ودي ملتيزر برضو بس شوكولت اهي ب 12 جنيه برضو حلوة جدا والعلبة بتكفي كزا تورطة او كزا جاتو او كزا اي حاجة من اللي هتعمل يا بصوا حبيبي ده عين جمل انا جايبة المكسرات دي عشان احشي بها الطرد او احشي بها الجاتوهات او حطها على اي حاجة انت جايبة بتحب بتحشي بها مكسرات اهي ده عين جمل طبعا امريكي بستة وتلاتين جنيه اهو وده فصدق اه الفصدق ده بقشر وكان فيه مقاشر بس المقاشر حسيته غالية حبة بس طبعا المتقشر هيبقى احسن عشان كل القشر ده بيبقى في الوازن ده بواحد وخمسين جنيه فصدق امريكي اهو يا حبيبي ايه تاني جبنا الشوكولة الابيض دي بتاعت التازين اللي هي الشوكولاتة الصوابع جبتها بيضة عشان انا عندي من المرة اللي فات من المشتريات اللي فات عندي الشوكولاتة اللي هي الغمقة كانت عاملة كم بخمساشر جنيه حلوة جدا برضو في التازين التورت وجبت اللي هو الويفر ده اهو كان عامل حوالي اه اتناشر جنيه اتناشر او سبعة هبجد نستة خليها تطبعلي اللازقة يعني وده سبون شبوب ده عشان طبعا هنعمل بيه ان شاء الله تورتاية العيد ميلاد فسبون شبوب ده من ساح الشوكولاتة الخام وبنحطها بنحطها في الفريزر ساعة بالزبط وبتلاقيها جمدة وبتطلع لك الاشكال دي دي كانت عاملة خمسة جنيه وهنا ده الشكبون عامل ده شكبون اللوب اهو هبقى ورهولكم ان شاء الله انا بعمل التورتا بيه ده عامل اربعتاشر جنيه ودي الشوكولات دي عاملك تسع جنيه اهو ملتيزر بس ليه الصغيرة اه هنا بقى دي الحاجات البودر اللي هي عبارة عن ايه ده جوست الهند كانت عاملة 12 جنيه ونص دي جوست الهند انا بزين بها برضو التورت من الجناب وممكن اه ممكن برضو ايه سوداني وده ايه كريم شانتيه خام جولدن جولدن باك ده حلو جدا الربع كيلو عامل خمسة وعشرين جنيه يعني الكيلو عامل منه مت جنيه انا جبت نص كيلو اه وانا عندي هنا نص كيلو يبقى عندي كيلو اه هعمل بان شاء الله التراب بتاعت عدم الادبني ده بخمسة وعشرين جنيه برضو الربع كيلو وده اه كاكاو ازباني خام غامق اه بعشرين جنيه بيبقى حلو جدا 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 حاولو لما تجيبوا للكيكات بقى اجيبوا الكاكاو الغامق بيبقى حلو جدا وده لابن بودر ولابن بودر بنستعمله في حاجات كتير جدا فلازم ان يكون متوفر عندك في المغبوزات في كل حاجة بنستعمله كامل الدسم باثنين وعشرين جنيه جبت نص كيلو ده الكيس بيبقى ربع المحلس مسوق الحلاوة هتلاقوه في فيصل في شارع حسن محمد وانا في اخر الفيديو هتلاقوني مصورا لكم الشارع وعند مستشفى تبارك وكل حاجة اه ده بصوا ده دقيق دونتس جربته قبل كده من هندوم وكان تحفة جدا فحبيت ان انا جيبه عشان كان مطلع الدونتس حلو جدا وبرضو هتلاقو على القناة طريقة الدونتس بدقيق الدونتس جا وطريقة الدونتس بطريقة دي العادي دك انا عامل اتناشر جنيه سبعة ثمانين اش ماشي حبيبي وهنا السوسات بقى انا جبت عشان اوفر على نفسي بس عشان هعمل كل حاجة الابني في البيت للعدميلات فقلت ايه اوفر على نفسي الوقت والمجهود وجبت اه اخبراوس بس اسوء سوس فراولة و سوس قرامل بس بعد ما يجبتهم مش عارفة ان انا لو عملت في البيت يبقى انسب فا اا لو يعني جاء جم معكe جبت ما جبتيش ياريت اعملي احسن as- 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 what energy ببقى اطعم دا تحس ان هو تقول حابة انا بعمله اخف من كده ببقى طعمhe حلو جدا. والفراولة كذلك برضو. معي هنا طبعا دي ايه الدوحة انا عاكفي انه طبعا كلنا. ده انا بستخدم حبيبي اللي سألوني كتير جدا جدا. يا نوجة بتستعملي ايه في المعجنات بتاعتك ازا كانت معجنات طرط اي حاجة بعملها. بستخدم يا حبيبي ايه الدوحة اللي هو ده. مش بستخدم غيره. حلو جدا. وبص اهم حاجة اهم حاجة اما تيجي تعملي اه ازا كانت معجنات كيكات طرط اي حاجة بنخلد دقيق مرتين او تلاتة على الاقل حتى لو دي جودته كويسة. ماشي كده حبيبي هي دي كانت مشترياتي ويلا بقى نروح نشوف الجولة اللي انا قلت لكم عليها. جولة في سوق الحلاوة اللي في شارع فيصل في شارع حسن محمد. اه اسمه سوق الحلاوة. العنوان ورقم التليفون هقوله لكم حالا. اهو يا حبيبي ده رقم التليفون وخلي بالكم برضو ممكن تطلو بي اردر ويوصلوه لغاية عندك. اهو يا حبيبي تلتمية وتلاتين شارع الملك فيصل حسن محمد. ابراج الشروق جيزة. تمام? اه ده العنوان وده المحل واني يلا ناخد الجولة سريعا سريعا. ويا ريبا لو عجبك الفيديو. لايك وشير وسبسكرايب في القناة. هنا حبيبي اهو هنبدأ الجولة بتاعتنا. انا صورت في المحل عشان خاطر عيونكم. وعشان خاطر تشوفوا قديه المحل فيه. ما شاء الله لحد ما كل حاجة انتم محتاجينها. الشوكالاتات الخام بانواحها واشكالها بجميع الاسعار وهنا القنبود وفي كل اللي انتم عايزين فيه سوسات اه سيلة وفي اه كل حاجة زي ما انتم شايفين قدامكم كده. وفيه كمان كيكات فراش وآآ صينيبون وآآ كل حاجة. كل حاجة من اللي هي الفراش طبعا بتبقى موجودة. زي ما انتم شايفين ومكسرات ومكسرات باشراها لها سعر ومكسرات آآ ساعدة لها سعر زي ما انتم شايفين والاسعار قدام حضراتكو ايه. بجد آآ المحل ده حلو جدا وعجبني جدا جدا. ولحد ما كل حاجة كنت بحتاجها بلاقيها. زي ما انتم شايفين اهو كل حاجة حتى الشوفان السايب. ادي الدونتس دقيق البيتزا دقيق السينيبون. كل دي آآ موس شوكولاتة وموس فانيليا. آآ سبونش آآ آآ فانيليا سبونش كاكاو. دي آآ هنا دي العجوة. او الطمر زي ما بتسموه. هنا دي جميع السوسات زي ما انتم شايفين سوس الكرامل والسوس والبتاع الشفاف اللي بيزين اللي بيلمع الفواكه. كيكات جهزة في العلب. كل حاجة متوفر العسل الابيض والبوريو. بوريو التزين. كريم شانتي خام بمية جنيه. وكريم شانتي بسكر بتمانين. وكريم شانتي بستين. في جميع الاسعار بس الكريم شانتيها بمية بيبقى احلى. ده هنا بقى انا بصول لكم الشارع عشان خاطر اللي جاي من فيصل يعرف احنا فين بالزبط. بصوا مستشفى تبارك اهي انا هعمل لكم زوم. مستشفى تبارك اهي. مستشفى تبارك دي اللي عندي حسن محمد. وهنا ده حلوان السلطان. فيه شارع فيه منزل اللي هو ده. تروح عمد بصي بتاع المنورة خالص دي اللي افتل منورة مش جاي عشان ينوت جامد. بس كده حبلجي فاطلا من كم بقى ادعموني باللايك بشير وسبس كريم. عشان وفقوا ما تنسيش تفعيل الجرس تفعيل الجرس تفعيل الجرس كان معاكو اختوكم ونوجة او ام زياد اللي تحبوه. يلا بقى يا حباب قلبي ما تنسونيش من خالص دعائكو. انا حبيت اصور بس الشارع عشان خاطر فيه كزا اخت قاعدت تقولي فين في فصل يا نوجة. كده بتايعلي التفاصيل بالزبط زي ما انتو شايفين.